من جهته اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين وروسيا بعدم المبالاة للتحديات المناخية بتغيبهما عن قمة جلاسجو للمناخ وفي مؤتمر صحفي عقده في ختام مشاركته في القمة قال بايدن إن الصين اقترفت خطأا كبيرا بعدم المشاركة أعتقد أن الصين اقترفت خطأا كبيرا بعدم المشاركة الرئيس الصيني أضع فرصة التأثير على الناس في العالم والأشخاص الموجودين هنا في القمة إنهم أداروا ظهورهم كيف يمكن التصرف على هذا النحو والدعاء الريادة هناك مشكلات مناخية خطرة جدا والرئيس الصيني لا يبدو استعدادا للقيام بأي شيء والوضع هو نفسه بالنسبة للرئيس الروسي ومن جلاسجو حيث تعقد قمة المناخ ينضم إلينا محمد الفنيش مراسل غد محمد إذن بعد توصل إلى اتفاقات البارحة ماذا على طاولة اجتماعات اليوم نعم كوثر في اليوم الرابع لقمة غلاسكو أو لقمة الأمم المتحدة في دورتها السادسة والعشرين والتي ترأسها المملكة المتحدة ينتظر اليوم من وزراء المالية خاصة للدول الصناعية الكبرى أتحدث عن مجموعة العشرين قد يصلون إلى اتفاق بشأن ما يسمى هنا إعلاميا بالمال النظيف بمعنى اجتماع لوزراء المالية مع مضراء الشركات الكبرى من أجل الحد من الانبعادات الكربونية التي تؤثر على الهواء هذا الاجتماع الذي منه المنتظر أن يكشف عن اتفاقه مع منتصف نهار اليوم يحضره مدراء شركات كبرى عندما نتحدث عن شركات الكبرى نتحدث عن 450 شركة تملك 40% من مال العالم وبالتالي هذا المال وهذه الصناعة وهذه الأرباح ستصبح بعد اليوم مقونة أو مقننة إنجاز الوصف بالتالي مقننة بالطاقة النظيفة بالمراقبة الحكومات لكن هنا عندما نتحدث عن الحكومات الحكومات التي تمتت لهذا القرار غالبا عندما اتفقت المجموعة الدول العشرين في روما في القمة الأخيرة في روما وزراءها هنا في قمة جلاسكو كذلك سيتجهون في نفس الاتجاه صحيح أن كما جاء في تقريركم أن الولايات المتحدة على لسان الرئيس الأمريكي جاو بايدن قد أشارت إلى غياب الصين أنه غير مبرر وغير مقبول لكن كذلك لابد أن نشير أن على الأقل الصين والبرازيل وروسيا من تغيبوا ووافقوا على حماية الغابات والأجزاء بحسب المراقبين هل يعتبروا هذا مؤشرا إيجابيا؟ مؤشر إيجاب مدى تقصيدين لغياب؟ بالنسبة لتوافق لا بالنسبة توقيع على حماية توقيع واتفاق أيضا الصين والروسيا بتواصل أيضا والموافق على التفاقات التي تمت نعم نعم اتفاق يوم أمس تعتبروا المراقبون هنا تقدم كبير وتجاوب كبير من طرف الصين وروسيا والبرازيل بشأن حماية الغابات والأشجار لكن المتشائمون أو الجهة الأخرى التي لديها رؤية مختلفة ترى أن الصين تعتبر المؤثر الاقتصادي الأول في العالم وبالتالي لا بد من التزامات اقتصادية قبل الالتزامات بالغابات والأشجار وهنا يكمن الاختلاف ننتظر اليوم الاتفاق هل ستكون الصين من ضمن هذا الاتفاق المالي الصناعي إنجاز هذا الوصف أم أنه سيظل حكرا فقط على الدول الصناعية الكبرى لا بد أن أشير أن الدول الأوروبية والأمريكية وأستراليا وكندا كلهم يتعرضون لضغط كبير من شعوبهم ومن نشاطاء البيئة وبالتالي أساس اليوم أصبحوا جاهدين يبحثون عن إقناع لمنظماتهم سواء الحكومية أو غير الحكومية الحقوقية والبيئية من أجل أنهم يسعون إلى حماية هذا الكوكب التحديات مثلا منذ يوم أمس إلى اليوم ما رأينا من اتفاقات سواء بحماية المناطق الخضراء الغابات الأشجار الحد من غاز الميثان اليوم يتاجهون إلى الحد من نشر غاز الكاربون من طرف الشركات الصناعية الكبرى وبالتالي يبدو أن القادة أجمعوا على أن لا يتكرر خطأ قمة باريز اجتماع وأقوال لكن لم تتم الأفعال يحاولون أن يبرهن واليوم ريشي صناك وزير المالية البريطاني سيقود القمة وفي تسريبات سابقة له يبدو أنه متحفز وأنه الذي اهتقى كبيرا في أن الاجتماع اليوم سيكون جد مهم وجد فاصل من غلاسكو حيث تعقد قمة المناخ محمد الفنيش مرسل غد شكرا لك